في بيان رسمي صادر عن رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان أشاد بجهود ودور قوات التحالف العربي باليمن بقيادة المملكة العربية السعودية في حماية أمن اليمن والأمة العربية كلها والذود عن قرامتها الإشهادة التي جاءت من أحمد الجروان رئيس البرلمان العربي جاءت في وقت مهم جدا وأكدت أن المملكة العربية السعودية سعية وماضية قدما في تحقيق أهدفها بتطهير اليمن من المد الحوسي وعادة استقرار لليمن اليمن بلد مهم جدا وعمق استراتيجي مش للمملكة في حسب ولكن العدد كبير من الأقطار العربية رئيس البرلمان العربي أشاد بدور أهالي قوات التحالف في دعم أبنائهم لتلبية نداء الواجب مؤكدا على الدور العظيم لقوات التحالف في حماية الشرعية في اليمن ضد المتمردين الحوسيين ومحاربة الإرهاب وإعادة إعمار اليمن المملكة العربية السعودية لم تنظر إلى اليمن على أنها دولة حدودية كان من الممكن أن تقف المملكة العربية السعودية وتدافع عن حدودها ولكن أنها نظرت إلى نظرة بعيدة ونظرة أمن قومي قوية في مواجهة الحوسيين ومواجهة الذين يتعاملون مع الايران ويتعاملون مع تفتيت الشرق الأوسط وجدد الغروان دعم الشعب العربي لعملية إعادة الأمل في اليمن وللتضحيات الجسام التي تقدمها قوات التحالف لحماية الأمن القومي العربي دعم وتقدير من البرلمان العربي لدور التحالف العربي في اليمن بقيادة المملكة في الحفاظ على الشرعية في اليمن وحماية الأمن القومي العربي في هذه المنطقة الهمة السمع عبد المقصود الإغبارية القاهرة